بسهل خير عامليني يارب يكونوا بخير الفيديو انا مجمع فيه معلومات عن شركة ستروين ستروين شركة سيارات شركة تفاصيلها كتير قوي طبعا انا حاولت اشوف المهم وادور على المهم واللخص على قد مقدر فيعني بمعنى اصح ان الفيديو فيه بعض المعلومات عن شركة ستروين اتمنى ان الفيديو يفيدكو ويعجبكو لو عجبكو ما تنسونيش في الدعم في اللايك والشير والاشتراك فقولت عليكو الرئاسب يلا بين ستروين هي شركة فرنسية وتأسست سنة 1919 المؤسس هو اندريا ستروين الوقت اللي ظهرت فيه شركة ستروين اتعرفت بالتكنولوجيا المتقدمة وكمان عملت صورة في صناعة السيارات سنة 1934 أسست الشركة سمعتها في التكنولوجيا المبتقرة مع نظام دفع العجلات الامامية وكانت اول سيارة في العالم يتم انتاجها بكميات كبيرة بنظام الدفع العجلات الامامية اندريا ستروين المؤسس لشركة ستروين بنى مصنع أسلحة الفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى ما بين 1921 و 1937 أنتاجت ستروين مركبات مصف مصال للاستخدامات العسكرية والطرق الوعرة وفي عشرينات القارن الماضي اشترع الجيش الأمريكي من سيارة ستروين غير أني أظهرت صلابة غير عادية سيارة ستروين سنة 1923 لأنها قطعت مسافة حوالي 48 ألف كيلو متر ده غير بقى أنها أول سيارة يتم قيادتها في جميع أنحاء أستراليا في أكتوبر سنة 1924 قدمت ستروين سيارة بي 10 أول جسم فوليازي بالكامل في أوروبا كانت من أول السيارات النكحة في السوق ده لأن وقتها كان المنفسون أو المنفسين يعني بيستخدموا هيكل خشب لسياراتهم وسنة 1955 قدمت ستروين سيارة دي اس وسنة 1963 كان في مفاوضات مع بيجول التعاون في شراء مواد خام ومعدات ولكن توقف التعاون ده سنة 1965 طبعا ستروين توسعت جغرافيا بشكل كبير في كتير من الأسواق العالمية بجانب المصانع بتاعتها في بلاد زي الأرجنتين وتشيلي وفيتنام واليونان ورومانيا والصين وفي أواخر السبعينات طورت الشركة سيارة صغيرة للإنتاج في رومانيا دي كانت بعض المعلومات عن شركة ستروين للسيارات اتمنى ان الفيديو يكون فاتكه لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش العموني بلايك ولو مش مشترك يا ريت تشتركوا عشانشوفوا كل جديد من فيديوهاتنا ولو عايزين تاخدوا فكرة عن القناة هتلاقوني سايب لكم لينك الفيديوهات تاعت القناة في الوصف تحت انتهى التي تطورية من فيديوهاتنا شكرا ويديوهاتنا شكرا شكرا